نظم كيان الجبهة الدبلوماسية المصرية عضو الجمعية العمومية باتحاد تنظيم الكيانات الشبابية مؤتمرا تحت عدوان الأمن القومي برؤية شبابية مستدامة بهدف بناء رؤية نحو فهم أعمق وحوار بناء لمجابهة الحروب المعنوية وبرؤية شبابية مستدامة نحو بناء رؤية مستقبلية للشباب نظم كيان الجبهة الدبلوماسية المصرية عضو الجمعية العمومية بالتحاد تنظيم الكيانات الشبابية مؤتمر الأمن القومي برؤية شبابية مستدامة المؤتمر النهاردة بعنوان الأمن القومي برؤية شبابية مستدامة هدفنا منه طبعا أن نخلق جيل واعي من الشباب قادر على التصدي للفكر المضطرف وقادر أنه هو يحافظ على الأمن القومي المصري محاول المؤتمر النهاردة بتدور حول الموضوع ده أن احنا إزاي نوعي الشباب ونخلق استراتيجية مشتركة بين الشباب والحكومة يهدف مؤتمر الأمن القومي برؤية شبابية مستدامة إلى بناء رؤية نحو فهم أعمق وحوار بناء لمجابات الحروب المعنوية برؤية شبابية مستدامة من وعي الشباب أن يكون عندهم فكر ووعي مش أي حد أنه يقول أي إشعة أو أي كلمة أنهم يجروا ولا هلا يبقى عندهم فكر ويبقى عندهم تنمية بندي دورات كتير جدا داخل الجبهة منها زي مثلا إصحافات أولية بنشارك مثلا إزاي تكافح الإدمان كل الحاجات دي طبعا بنديها للشباب سواء كان مثلا بنحضر شيخ أو دكتور جامعة أو أستيس في كنيسة علشان نقدر نخلي الشباب عندهم وعي كامل وملمين بالأمور اللي حواليهم الجبهة الدبلوميسية المصرية أحد الكائنات الشبابية المنبسقة من اتحاد الكائنات الشبابية تابعة لوزارة الشباب ورياضة الحقيقة النهاردة بتقدم أطروحات وخطط وبرامج بتأهل شباب مصر كلهم بالتوعية السياسية والمجتمعية وزي النهاردة مؤتمر الأمن القومي برؤية شبابية مستدامة دور الجبهة طبعا أن هي بتنظم المؤتمرات الكثيرة بتوعي الشباب بتفهمهم بتقول لهم يعني بتديهم حس أمني وحس وطني وتحببهم في بلادهم وتحببهم في أي دورهم وإيه الواجبات اللي عليهم كما يهدف المؤتمر لتشجيع المشاركة الشبابية في النهوض بالدولة وتصليط الضوء على دور فكر الشباب في تعزيز الأمن القومي وأهمياته في حماية الدولة في الحروب المعنوية والتصدي لكل مظاهر الأفكار المتطرفة أحمد الحسيني التلفزيون المصري